هنا بحي 72 في شارع طرابلس ببلدية حسيندي وسط العاصمة يهدد الموت سكان هذه العمارة الهشة جدرانها بالسقوط في أي لحظة عند دخول البناية كأنما هو الصعود إلى الهاوية إذ لا سلال ما محكمة ولا أدراج متينة تشعلك بالأمان الخطر الداهم يحاصر سكان العمارة عند الوقوف في الشروفات ورغم مراسلة ساكنة العمارة للسلطات المحلية إلا أنهم لم يجدوا آذانا صغية لمطالبهم بالترحيل في أقرب الأجال المرتاح حسيندي جا كي حت عندو شن فعلية ومدان طالب كذلك اللي تخدم معاه العلماء ما لغسو سلطات المعنية خضر لنا عينا وحنا نشكو ما كاش واحد لي ما رحش البلدية ولا ما شف شاف دايرة ولا ما شف ش سي تي سي بساح واحد ما زادت شاف لينا كشغل تهمشت هاد العمارة وحنا اللي نضرين كتر ستوفشتا الولي المنتج بتاع الوساندي ما قولوا له يجي يشوف يا سيدي أرواح شوفرك مسؤول أمام ربي مشي يحتوي كما قولوا نطح راح عندنا دراري خاف عليهم وإلى أن تستجيب السلطات لمطالب هؤلاء فإن خطر الموت لا يزال يهدد سكان شارع طرابلوس والعديد من الأحياء في حسيندي بالعاصمة تماما كحال ضحيتين لقياحة فهما إثر انهيار شرفة أحد المنازل